اشتركوا في القناة الامم جزء كبير جدا من قياس تقدمها هو انها تبقى مهتمة بتراثها وثقافتها وتاريخها وتعتز بيه يعني مش بس اهتمام وتعتز بيه بل بالعكس انها كمان تشتغل على انها تحافظ على هذا التراث او الاثر تحافظ على ثقافتها وتنمي هذه المفاهيم الثقافية في ادمغة وعقول وامخاخ النشأ جيل ورجيل ورجيل مش بتتوقف عند جيل معين وتشتغل على ده طول الوقت مرة كنت في الولايات المتحدة الامريكية وتحجيدا في واشنطن العاصمة وبعدين واقف بتفرج عليه مابنى شكله لطيف يعني انا بحب المباني اللي هي الطرز المعمرية الكلاسيكية شويتين فواشنطن فيها بعض المباني الحلوة فعلا يعني فعلا عمال بتفرج عليه طيب بالمناسبة احنا عندنا في مصر مباني تخوف يعني ده انا هضرب لك مسأل شارع القصر العيني ده عمره النهاردة المباني اللي فيه اقل مبنى اقل مبنى عمره تقريبا 96-97 سنة مهم وقت لقيم مباني عمرها تقريبا 100 سنة دلوقتي وفيه مباني اقدم من كده شويتين عشان كده دايما نقولنا بجمعها خدوا بالكم من المباني دي وانا بزعل قوي لما لاقي محلات ومطاعم وكافيتريات مشوهة هذه المباني لكن هنرجع لمرجوعنا فوقف انا قدام المبنى اياه اللي بحكي لك عليه ده في واشنطن القاصمة بلولات المتحدة الامريكية فلاقيت راجل كده خرج من المبنى وبعدين قال لي الطرز المعماري حلو جدا عجبك وتقال لي ده مبنى قديم جدا والمبنى ده احنا يعني هو مجموعة من المباني عندنا في الشارع ده بنعتبرها من التراث الامريكي فقلت له اه كويس وكده سكت كده بصلي قال لي وانت منين قلت له انا مصري قاعد يضحك قال لي لأ يبقى خلاص مفيش داعي استكمل شرح هو راجل ساكن في هذا المبنى يعني فقلت له ليه قال لي لأ اصلي انتوا عندكوا مباني اقدم من امريكا نفسها واخبالك عندكوا مباني اقدم من امريكا نفسها فانا طبعا برضو ايه لازم اروح متفرعا كده وعادل نفسي وبتاعه فروحت بصصلي وقلت له لأ هي في حاجة تانية قال لي ايه قلت له انا ممكن اقولك انه مثلا انا عشت في مبنى انا عشت في مبنى بالتأكيد عمره اكتر من عمر دول كتير على الكرة الارضية عمره يزيد عن المئة سنة انا اشتغلت في مبنى عمره يزيد عن المئة سنة فقال لي فدحك كده وقال لي هو عموما عشان كده انا قلتلك انت مصري لا داعي ان انا احاول ان انا افتخر قدامك بجزء من تراصنا الامريكي او المباني بتاعتنا وهكذا طيب لما انا كلمتك عن شارع القصر العيني ولا ولو كلمتك على شارع ومنطقة الحلمية الحلمية بتاعت لايه الحلمية الحلمية دي اللي هي كانت بقى القصور والصريات ولو كلمتك على جد نسيت انا كل دا لسه بكلمك عليه على محافظة القاهرة بس مش القاهرة الكبرى حتى مش مصر فلو كلمتك عن الحاجات دي هقولك انه للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد انه كل هذه الطرز المعمرية والمباني الجميلة والعظيمة عانت من اهمال شديد من ملكها احيانا من الدولة اللي اصبحت مالك لبعضها احيانا اخرى الى اخره فدي مش فاتورتي انا وانت انا وانت ولاد الجمهورية الجديدة انا وانت كلنا ولا احد فينا اقدر اقول انه هو صاحب الفاتورة او يشيل مسئوليتها او مسئولية اهمالها لكن نشيل مسئوليتها تمام ميت فل ده انا وانت مش بس الحكومة مش بقولك بقى رئيس الجمهورية بنفسه لا انا وانت عندنا مسئولية تجاه كل قالب طوب وحتة حجر في اي مبنى من هذه المباني العظيمة بزع القوي لما الاقي المنقشة رايحة ما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة او يعني قطاع الاثار في وزارة السياحة والاثار على انه هو المبنى ده اثري ولا مش اثري طب اصلا مش هينف احطه عندي في القوائم بتاعتي فانا ممكن اخليه تبع وزارة الثقافة فيبقى طراز معماري فريد ونحط عليه ليفط النحاس النزاع ده انا بالنسبة لي لا طائلة منه خالص لانه في النهاية يضيع ويتوه دمه بين القبائل انا يهمني ان المبنى يتحفظ عليه ويتجدد ويترمم ويبقى حاجة عظم على عظم فيعد يتبحث صوت طوال الوقت طيب دي كانت سنين ماضية وبعدين نوصل الى ما هو قائم وحالي فخمت الرئيس بنفسه وده هنا اهتمام الرئيس نفسه بشكل مباشر واضح معلن مش بس بقى بطريق الكباش مش بس بقى باقى المتحف الحضارة مش بس بانه بيتابع ما يحدث من كشوفات اسرية واستعدت الاثار من الخارج لا بكل تفصيلة متعلقة بثقافة وتراث ووجدان المصريين وباي حاجة اي حاجة بتحصل قد تشوب او تعكر المزاج العام وتحديدا المزاج الثقافي والتراثي والوجداني ناس كتير قاعدة تكلمت ناس صالت وجالت الرئيس لا يترك تفصيلة الا ويتابع بالمناسبة يقرأ ويسمع ويتناقش ويشكل مجالس والجاد تشوف النهاردة على سبيل المثال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا من قلبي وروحي وعقلي والله العظيم ورحمة ابويا يأمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طيب اللجنة دي عبارة عن ايه اللجنة دي تضم كل الجهات المعنية والاثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية علشان يتعامل تقييم موقف بشأن نقل المقابر في منطقة السيدة نفيسة والإمام الشفعي ناس قعدت تتكلم وصفحات الفيسبوك وناس بتستغيص وناس بتدلوا بدلويها فيما تفقى فيه وآخرين يدلون بدلويهم فيما لا يعلمون على الإطلاق مش دي القصة لكن القصة بتاعتي بالنسبة لي ان الرئيس أرى وسمع وشاف وتابع وخد قرار ادي اللجنة طيب اللجنة تشتغل كمان على ايه تشتغل على كيفية التعامل مع الحالات الضرورية اللي أفضت لمخطط التطوير مخطط التطوير يعني مخطط التطوير ده بيعمل ايه طب هيدر بحاجة ولا مش هيدر مش هيدر خير وبركة طب لو هيدر رح يحل الموضوع ازاي فتبقى اللجنة شغالة على دراسة كل البدائل المتاحة والمتصورة علشان نتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يعلن عنها للرأي العام مش بس ترفع للريس ويعلن عنها للرأي العام والناس تبقى عارفة اللي حصل بالملي كل خطوة هتتعرف بالملي وحدد قبل 1 يوليو 2023 النهاردة كام يا يوسف النهاردة 12-6 يعني بعد قد ايه؟ لان انا بتكلم كده في 18 يوم 18 يوم لجنة تكون تشكلت 18 يوم لجنة تكون نزلت وشافت وقيمت ودرست وعملت بداء المتاحة وترفع التوصيات بالتأكيد لفخمة الرئيس وبالتأكيد تبقى لتوجيهات الرئيس تعرض على الرأي العام طيب انشاء مقبرة الخالدين طبعا مقبرة الخالدين الشهيرة في فرنسا دي والله انا بقعد التسأل واحنا ما عملناش كده من 30-40-50 سنة ليه؟ 60 سنة كمان يا عام حقيقي والله فيأمر الرئيس بتوجيهات واضحة بانشاء مقبرة للخالدين اسمها كده مقبرة الخالدين في موقع مناسب وتبقى صرح تبقى لتوجيهات الرئيس نصا يضم رفاة عظماء ورموز مصر من اصحاب الاسهامات البارزة في رفعة هذا الوطن العظيم وكمان يبقى فيها مدحف للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبر مش اي حد والسلام التوجيهات واضحة واضحة وبديعة وتفرح وتخليك تبقى قاعد متطمن على البلد بص اللي يحافظ على تراث البلدي وسقافتها وتاريخها وإرثها العظيم تعرف بالتأكيد انه نظرته للحاضر ونظرته للمستقبل نظرته الاستراتيجية بإذن الله بإذن الله صائبة في المطلق ليه؟ لانه مستوعب مضيه وعارفه فخور بيه ومعتز بيه مضي بتا عمين؟ مضي بتا عوطن؟ عمره آلاف السنين فاللي هيشتغلوا هم متخصصين المتخصصين خبراء الخبراء عارف كلا كلمة نخبة النخبة نخبة النخبة بحيث إنه المتحف كمان يبقى فيه السيارة الذاتية لعظماء مصر ومقتنياتهم يبقى الصرح ده تبقى لتوجيه الرئيس النصي والحرفي شاهد متجدد على الدوام بيشرح تأدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها وتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال أشكرك ألف شكر والله العظيم والله العظيم ألف شكر مش بس كده تخليك في الحاضر لما نشوف منا طلعها عماد البنوتة اللطيفة الظريفة السكر اللي كانت قاعدة معيها هنا مبارح هي والدتها مدام إيميل هو منا دي حاضر ولا مستقبل أقول لك لتنين حاضرها هو الدعم اللي بتقدمه الدولة والرعاية لها والمستقبل بتاعها هو منا لما تبقى زي ما قالت كده بإذن الله دكتورة ودكتورة كبيرة وعاوزة تتخصص جلدية بل أشوفها في يوم من الأيام عالمة في هذا الفرع من فروع الطب حلو؟ طيب تعال نشوف أنه النهاردة كمان التقد بيها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب التقدم مننا صديقتنا مننا اللي طلعت الأولى على محافظة كفر الشيخ في الشهادة الإعدادية مننا اللي تحدت كل ظرف اقتصادي ومالي واجتماعي دي بالمناسبة جانب من الصور الخاصة بهذا اللقاء مع الدكتورة رشا راغب أيوة مننا والدتها هو طبعا هذا اللقاء كان جاي فيه إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتبني مننا تعليميا لدعم تفوقها العلمي وبالمناسبة في كل مراحلها التعليمية لحد ما تخلص زي ما قلوك ده عندنا ببلابنا تخلص علام ده جاي في إطار أو هذا التكليف جاي في إطار الدور اللي بتلعبه الأكاديمية في رعاية واحتضان المواهب الشاب فكريم بغدودة نفس القصة علمية بقى ثقافية رياضية إلى آخر الأكاديمية تحتضن مستقبل مصر مستقبل الولاد دول هما مستقبلنا يا جماعة وطبعا فيه المبادرة الرئيسية لرعاية المواهبين واللي كان أو اللي كان تم إطلاقها من الأكاديمية في مايو هذا العام دكتور راشا الحقيقة رحبت جدا بمنة الله وأعربت عن فخرها بتفوقها وباكتهادها رغم كل الظروف والعقبات لهذه البنوطة اللطيفة السغنططة وجهتها وهي لسه بتقول يا هادي في الدنيا بس نقول الحمد لله والشكر لك كده زي ما يكتبه لك وابتسمت له السماء فابتسمت لها السماء ويطلع التوجيه الرئاسي بإنه نسعيدها في تحيق هدفها وحلمها عشان توصل للي هي عايزها عاوزة تدخل كلية بالمناسبة وبرضو هي في كلية الطب هي برعاية الأكاديمية برعاية مصر شددت الدكتور راشا رغب على إنه الرئيس السيسي عنده اهتمام خاص جدا بالشباب وأظن إحنا شايفين ده جدا في كل حاجة بص على مجلس النواب هتشوف بص على المحافظات بص على الحكومة إلى خيالك طيب الرئيس دايما شايف إنه هم مقدمة أي ملف الشبان شباب مصر هم أهم أولويات سيادته بالموزمة بيعجبني جدا في منا إنه عندها إيه نظرة كده متوثبة يعني بص الأدام تحس والله فعلا ما شاء الله عليه تحس إن هي شايفة مستقبلها هناك عند النقطة دي أنا شايفة نفسي وأنا بتخرج من كلية الطب بامتياز مع مرتبة الشرف في وقت السابق أصدرت الأكاديمية الوطنية للتدريب بمؤسسة حياة كريمة البيان الصحفي اللي احنا كنا كلمنا فيه مع حضراتكو عن التزامهم بتقديم كل وأوجه الدعم اللازمة للطالبة المتفوقة منه طول الله عمد في كل مراحلها التعليمية ده كان بيان شديد الوضوح لحد ما تتخرج من الجامعة وتطبعا في إطار المبادرة الرئاسية شوفوا يا سيد أنا حتى مبرح كنت بقول للمنا قلت لبص يا منا بقى أنت مش تتخرج من الجامعة وخلاص أنت تتعيني معيدة وتخدي بعسة وتسفري تجيب العلم من بره وترجعي على هنا قايت لي هيحصل إن شاء الله نظرة عين هذه الفتاة الرائعة تقول لي كده تقول لي إنها أدها وقدود نظرة هذه الفتاة ما شاء الله عليها اللهم لا حسد تقول لي إنها شايفة مستقبلها وبتجري وراه واللي عنده هدف يجري وراه هيجيبه ما فيهاش ظهر طيب من قصة وحدوتة منها التي لا أتمنى إنها تتوقف أبدا وإنه ربنا يديلنا العمر ونشوفها كده زي الفل ونشوف كل ولادنا في أعلى المرات مبارح قعدت سهرت بالليل والله قعدت قرأ على العلماء المصريين في الخارج عارف إنت على رأي محمد سعد فنننا الكبير والجميل والرائع أنا أحب الرجل ده قوي بالمناسبة قوي يعني يقول لك علي النعم أنا تخضيت أنا تخضيت إيه العلماء دول إيه مصر دي ينهر أبيض أبأحكي لكو عليها بعدين تعالى مش بعيدا عن مصر لكن حدود الغربية وشقيقتنا الليبية ليبيا ومصر قلب واحد وروح واحدة ومصير واحد صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كل الأطراف السياسية ويخدم لحظاتهم عن إيباءه بالضبط كده القوانين الانتخابية وتقدمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حول هذه القوانين نتوافق حتى نضمن التنفيذ مش بقول لك وحدة مصير زي ما احنا في الحوار الوطني نعمل على التوافق إنه يبقى أي توصية خارجة بتوافق تام ما بين كل الحاضرين وبين كل المشاركين وما بين كل الأطراف زي ما هتلاقي ليبيا هم كمان بيشتغلوا على التوافق حول كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية طيب بدأ مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية النهاردة بإحاطة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح حول أعمال لجنة 6 زائد 6 واجتماعات المغرب بيأكد المستشار عقيلة صالح على وفاء البرلمان خد بالك بأمن الكلام وفاء البرلمان الليبي بما هو عليه في إيه؟ فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تمت المناقشة فيما وصلت إليه لجنة 6 زائد 6 تم تأجيل أحد البنود إلى حين استلام اللي توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي لمجلس النواب الليبي يعني اللجنة هتخلص الشغل تسلمه رسميا لمجلس النواب هنا يتم اتخاذ القرارات النهائية وخاصة فيما هو متعلق بالبنود المؤجلة تمنوا الليبيا كل خير واستقرار على كامل أراضيها بوحدة شعبها وقواها السياسية للوصول للمستهدف رئاسة وبرلمان ودستور ومجموعة متكاملة من القوانين خلوا ليبيا تنور تاني فاصل ونكمل الكلام مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة حرصت وزارة الداخلية على تفعيل خطتها الأمنية التي أعدتها لتأمين لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية وبث طمأنين في نفوس الطلاب قبل وأثناء وبعد آداء الامتحانات ترجمة نانسي قنقر شرطة كلها موجودة وأيمة بالأمن والأمان ومحافظة على المكان ومحافظة على المرور حاجة مشرفة وحاجة جميلة جداً هو بقى فيه أمل للطلبة ولينا احنا كمان يعني أنا دلوقتي وليت أمر همشي ومتطمنة على بنت أنا بنتي بتمتحن هنا وإن شاء الله هسيبها وهمشي أروح شغلي وأجي بعد ما تخلص وكل ده سيبها أمانة في أدين أبنائنا وأخواتنا من وزارة الداخلية ربنا يحميهم نشكر وزارة الداخلية شكر كبير أقوى 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 على المجادات اللي هي بتعملها تشمل الخطط الأمنية انتشاراً أمنياً فعالاً بمحيط الليجان التي يؤدي فيها الطلبة لامتحانات وهو ما يوفر أجواء أمنية ملائمة لهم ولذويهم الذين ينتظرون خارج الليجان وكذا تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة إلى مقار الليجان المختلفة فيه الأمن موجود للحفاظ على الأمن البنتي وأمن الطلبة طبعاً كنت عن تزارة كل يوم فممكن من بعد كده بقى أجيب وصلها ونصبها ومشي بصراحة النهاردة التأمين ممتاز جداً والطلبة داخلين في أمان وما فيش أي حاجة عند المدرسة تزعجهم أو تضيئهم في أمان وراحة والطالب هو داخل خليهم بالهم أنه هو كده بس هو ربنا يتمنى عليهم يا رب ما يخرجوا يا رب ولضمان سيابية الحركة المرورية فقد تم نشر خدمات مرورية بمحيط الليجان والطرق المؤدية إليها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع التكدسات مع وجود أقوال أمنية لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة ومع اتخاذ كافة تدابير الأمنية لتأمين سير امتحانات السنوية العامة فإن الوزارة تحرص وفي إطار تطبيق المنظومة العقابية الحديثة بمراكز الإصلاح والتأهيل وفي مقدمتها إتاحة الحق لنزلاء في مواصلة تعليمهم حيث جهز قطاع الحماية المجتمعية بيتنسق مع وزارة التربية والتعليم عدداً من اللجان بمراكز الإصلاح والتأهيل قدمت والناس تساهلت معا في الإجراءات والحمد لله توفرنا مكان للمذاكرة وللرعاية والنواردة كان أول يوم يمتحنت لنا وبشكر وزارة الداخلية على تعاونها معنا يأتي هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية في إطار اهتمامها بمعايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للنزلاء في استكمال تعليمهم ليكونوا مؤهلين للاندماج في المجتمع دولة بالكامل بتتحرك عشان امتحانات السنوية العام خليب أكد من ضمن الحاجات برضو اللي هي ما بتحصلش في الدنيا يعني بس إحنا عندنا كده قرس وقلق عند أوليق الأمور وقلق عند الطلاب بيؤدي إلى أنه الدولة كلها بتبقى مستنفرة عشان خطر السنوية العامة يعني تلاقي أنه الناس قلقانة إلى هذا الحد خالفين على الولاد من إيه مش عارف طبعا يعني أنا مش عارف إيه اللي يخلي في قلق شديد على الولاد فتلاقي الداخلية الحقيقة متفضلة جدا مشكورة حضر يا جماعة أنتوا قلقانين من عينينا هنأمن لكم كل حاجة هنأمن المدارس وهنأمن الشوارع وهنأمن ولادكم وكل حاجة هتبقى زي الفل وتمام ما تقلقوش على الإطلاق السنوية العامة يا جماعة سنة دراسية عادية زي كل السنين الولاد بتنجح فيها بإذن الله فيش أي مشكلة واللي هيتفوق هيتفوق ويطلع من الأوائل بإذن الله فيش أي مشكلة خالص ثق دائما أن كل حاجة هتمشي أحسن من اللي أنت عايزه أنا دائما ما يجي كلام على السنوية العامة وقل لك وانت ألأمن إيه يعني بجي يقول لك أنت مع السنة المفصلية اللي بناء عليها بحدد مستقبلي ماشي كويس وبعدين يحصل إيه بقى والكلية بتاعتي ومستقبلي في الحياة أنا اتخرجت من كلية الاقتصاد وبشتغل في الإعلام يا ولا سنة مفصلية ولا أي حاجة خالص دا على سبيل المثال الحصر يعني ومش أنا الوحيد اللي متخرج من اقتصاد في الشغل أنا دي وعندي زملتانين من الشغلات دي من المزعين الأشاوس يعني كبار اللي متخرج من اقتصاد واللي متخرج من سحة وفنادق واللي متخرج من ألسط وإيه كمان آه يعني دا اللي أنا فكره كويس والزملاء الأعزاء الكبار دول دا يعني مزعين عشرة على عشرة فل الفل طيب هتيجي تقولي قد يكون المهنة بتاعتكم متعلقة بالموهبة ماشي حاضر أنا اشتغلت في الشركة زمان بعد ما اتخرجت شركة كبيرة جدا من شركات الاتصالات الكبر يعني آه وكانت شركة متعددة الجنسية وليها هنا هو في مصر بتقدم الخدمات بتاعتها المهم اتذكر جيدا انه المدير العام المالي فينانشل أفسر بتاع الشركة خريج هندسة القاهرة الرجل وجد نفسه في الأرقام اكتر ما وجد نفسه مثلا في العمارة او المدني او الميكانيكا او الاتصالات وخرج هندسة اتخرج من كله الهندسة جامعة القاهرة وبدأ يشتغل في الأرقام والأوراق والحسابات والحاجات المالية بص يا مولانا فلأرقا وهنشوف الطلاب وأولياء الأمور ماذا يقولون في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة وبعدين عايزة ارجع بعد التقرير ده بإذن الله نكلم صديقنا وزاملنا العزيز المحترم الأستاذ شادي ظلطة متحدثا باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويقول لي كده ايه اخبار اليوم الاول. واشا دي الاول ولا التقرير تختاره ايه? التقرير الاول. وبعدين نكلم صديقي العزيز شادي. وان شاء الله تبقى تمام باذن الله وان شاء الله مش ايه حاجة فيها اهلا ولا حاجة. ان شاء الله ربنا معاهم ان شاء الله كلهم. وان شاء الله شايفها كل حاجة مباشرة ما بيش حاجة تخوف ولا تقلي ان شاء الله. اذا اذكر كتير وبصلي وبحاول اقلي التوتر شوية. ماش? الحمد لله يعني. ما فيش اسئلة محورة ما فيش اسئلة لها كزا اختيار للطفل يبقى مشتت ما بين ده او ده. لا هو يعني يعني واني تشوز وخلاص على كده يعني. هو ان شاء الله خير وانا اعنفسي في كلية حقوق. والواحد عايزي تطمي النهاردة وجزات في العربي عشان نبقى مستعدين للمتحالات اللي بعديها ونبقى فرحانين وكده. فان شاء الله خير. اتبطرها طبعا وخايفة بس يعني. كرم ربنا سيبقى موكلة على ربنا وكمان يعني اه احخش اللي امتحانة سمي الله وهقرأ وهحاول انت كل التوتر وكل حاجة. يعني والله يخير من شاء الله بالوزري الجديد وربنا يوفهم ويسهلهم السعب ان شاء الله. احنا تقريبا يعني طالعنا في المذاكرة جدا والمنحك سئل جدا علينا. احنا ناخد كل ده يعني في سنة واحدة مع بعد ان انت حمي في حاجة واحدة صعبة جدا علينا. هدف دماغ ان شاء الله كل التعلوم ان ده حلمي منو انا في اعدادي تقريبا. يعني اذكرته وان شاء الله يعني حطى امل في ربنا كبير اللي هو هيدين على قد تعبي وهيكبر بخطري. ان شاء الله خير يعني. اهو فعلا بيتحكوا هو. بس لاحظتوا بقى الولاد لما يجوا عيني كلمة. معادي بيتحكوا. اول ما يتكلم. ان شاء الله اللي امتحانتها دي جي سهلة. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسهل بس كده وانا عدي السنة دي ونخش حاجة حيلة. لا لكم لا القلقانين متوترين ملاح والله العظيم. خلونا ناخد معانا صديقي وزميلي العزيز شادي زلطة المتحدد باسم وزارة التربية والتعليم. ازاك يا شادي. اهلا اهلا بيك يا يوسف. عامل يا شادي اخبارك ايه? وانطلق مرسون السنوية العامة وكما يصوره الاباء والامهات انه بعبع السنوية العامة. في حين ان الدنيا انا اظن والله يا شادي ودي مش مجاملة يعني. الدنيا يعني حاجة زي السكينة في الحلاوة. فيش حاجة يعني. طلقيه. ان حقيقة انت نهاردة نهاردة يعني الحمد لله اليوم يعني اه مر بغدوء. اه اجواء الحمد لله كانت جيدة جدا. ما فيش اي شكاوة تسكر وردت للغزارة. بخصوص اي حاجة تعارق الانتظام سر الانتحانات الحمد لله. اه دكتور رضا حجيازي كان حريص كمان على الحضور من الصباح الباكر في الغرفة عامات المركزية. حين متابعة انتظام سر الانتحانات في مختلف المحافظات ومختلف اللجان. اه طبعا يعني اه كان عندنا الصفحة رصادنا يعني تداول بصفحة اه خاصة يعني او يتم اه ادعاء ان هي خاصة بالانتحان التربات الدينية. اه. وعلى الفور اصدرنا ديانة على طول من البرأة اللي خاصة بالانتحان دي متعلقة بانتحان العام الماضي مش العام الحالي. اه. اه. على المستوى العام بقى في طور تاني يعني اه طبعا تم رصد اه عالة اه غش الالكتروني في اه اه احد اللجان. وطبعا يعني الحالة دي يعني كانت متعلقة بمحاولة للتخدام اللي هي تكسب احمول يعني لتصوير سؤال اه في الانتحان وتم اه دبطه على الفور. وعايز يعني اكشف لك عن مفاجأة يوسف. اي ورقة او او اسئلة يتم تصويرها في الانتحان. المزارة اصبح لديها من الاليات اللي تقدر توصل في خلال ده ايه بعدودة لمن قم بتصوير الانتحان. او او صور الورقة. استنى بقى اقولي ازاي دي. يعني على يعني على قد ما هفهم يعني انا عارف انه ممكن يكون فيها شيء بقى ازاي ازاي. يعني لو انا يوسف دخلت الامتحان. اه يعني يتم من خلالها تعرف على اي ورقة. ممكن اتم مسلا اه اه تصويرها او سؤال يتم تصويره من الاسئلة بتاعت الامتحانات. يتم الوصول لمن قام بتصوير الورقة دي داخل اللجنة على القور بقولك خلال دقايق معدودة. ده ايه عليها? عليها كو ار كود ولا ايه? اه يعني ده الية من الاليات. حلوة دي. والله العظيم حلوة دي. اه. وكمان برضو يعني عايز اقولك ان النهاردة برضو كان اه طبعا يعني هو اول النهاردة كان حدلة يمكن الحاجات اللي تم رزها هي تلت حالات بس في غيش الالتروني اه لمحاولة تصوير سؤال او حاجة في الامتحان. اه من ناحية تانية بقى يعني تم اتبعاد اتنين من المحظين بلجنة في السهاج اه يعني حاولوا يسهلوا عملية الغش في اللجنة. وعلى الفور يعني تم استبعادهم. وبعد رصدهم من خلال كاميرات المرابة. والدكتور رضح جازي يوجه على الفور دي استدعاهم. طبعا طبعا طبعا. وانا متأكد ان هيتم اتخاذ بعمل اجراء اللازم يعني. وبمنتهى الحزم. طب انا هفكر شادي في حاجة بقى. بما انه عملته قلية. تخلينا نعرف مين اللي صور الورقة وفقانه لجنة. وبعدين هي مش مش الورقة بتاعت الامتحان الجديدة دي. كراست الاسئلة هي هي كراست الاجابة. كراست الاسئلة لا هي بابلشيت. اه بابلشيت. سؤال وتحسيل اختيار ممتعد. اه الحتة اللي انت هتجاوب فيها يعني هي هي. كويس. اصل بيبقى فيه طريقة كده في الطباعة تخليك لما تصور تطلع لك اسود. يعني بيبقى فيه ورق بيطبع بطريقة معينة مش عارض ده بيبقى في الحبر ولا في خامة الورق نفسها. بس انا اظنها في الحبر. بتعمل ريفلاكشن معين فتخلي انه على طول تطلع لك الورقة في الصورة اللي انت صورتها اسود. طبعا احنا مش هنعمل ده السنة دي. ان استطعنا بقى. يعني. خليك فكرني السنة الجاية في الاقتراح ده. يعني بس خلينا اعاكد يعني طبعا من خلالك طبعا يعني الاجراءات اللي تم اتخذها في العام الحالي يعني اجراءات غير مسبوقة ومكسفة ومشددة لغاية اتداءا حتى من عملية التفتيش لعدم دخول الطلاب اللي جان اللي هواتف المحمولة او اي اجهزة الكترونية. الحقيقة النهاردة اليوم شاهدوا انتظام في بخصوص الخطوة دي تحديدا الاجراء ده. رائع. كمان الاجراءات الخاصة حتى المتعلقة بالانتظام سر الانتحانين بشكل عام ورجعت الفيانة الشاملة للجان. اي شكاوة متعلقة ببعض اللي جان لو فيها مثلا انت عطل مراوح او حاجة بيتم على طول التقبال الشكوى والتعامل معها على الخور. يعني بازن الله ان شاء الله يعني لا يستمع حلو اللقطة انت صراحة. يعني بازن الله مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتوفير كل صوبة للراحة لطلاب ان شاء الله. اللقطة اللي انت قلتها دي حلوة. يعني لو انا في لجنة والمروحة اللي في اللجنة عطلت. مرقب اللجنة بيبلغ. جماعة المروحة عطلانة. صح? اه غرفة العماية بتستقبل على طول الشكاوة وبيتم التعامل معها على الخور طورا. يعني غرفة العماية المرتزية على تواصل مع كفة التجان على مستوى محافظات مصر كلها. وبالتالي اي شكوة بتبت بيتم التعامل معها في ظرف بعيد. والله العظيم برافو. اشكرك شادي جدا 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 وتحياتي لي كل الشكر للزميل وصديق الاستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ليه بنقول شادي صحفي بالاساس. مروحة عطلت بغرفة العمليات بتعرف يبعتوا حد يصلحها. ينهر ابيض يا جدعان. ايه ده? احنا ماخدناش سنوية عامة بقى. انا اتحدى ان احنا كم فيه على ايامنا اي شكل من اشكال المراوح اصلا يعني افتح الشباك وتهوى. مش عاجبك روح البيت. طيب. انت عجبني جدا موضوع مقبرة الخالدين ده. انا فعلا حقيقي مبسوط بهذا الموضوع لابعد الحدود. وبعد يعني من ساعة ما تم اتخاذ القرار او الاعلان عنه يعني. وانا قاعد مخي شغال. طيب خلوني اخد معانا على التليفون الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي بالاتحاد العام للاثريين العرب. عايز اخد رأيه في كل ما حدث اليوم بخصوص موضوع مقبرة الخالدين. اهلا بك دكتور. اهلا بك اهلا بك. الاحوال كله تمام. والله في نعمة الحمد لله. كيف يرى الاثريين وكيف يرى الدكتور محمد الكحلاوي هذه التوجهات وهذه القرارات من فخامة الرئيس. والله يعني انا كل اللي بقوله ان انا بشكر فخامة الرئيس عبدالفتح التين. لانه عودنا انه ينحاز دائما للعلماء والعلم. عودنا دائما ان ينحاز للقضايا الامة. عودنا دائما ان هو يناطرنا في احلى الظروف. انا بقولها بكل فتح. يمكن اول بيان يشكر فخامة الرئيس باسم. وباسم اربع تلاف عضو في المجلة الاعلى الاسئي العرب. انا برفع هذا السكر والتقدير لفخامة الرئيس. ليه? ليه استجابته الفورية لرأينا اللي احنا عملنا اجتماع في مؤتمر كبير. ورفعنا التوصيات لفخامة الرئيس مباشرة. لان انا مدرك ان ما كانش فيه اي حد حيقدر يفاعل هذه التوصيات الا مؤسسة الرئيس. وبالفعل النهاردة ربنا اكرمنا بهذه النتيجة انه دعا الاجتماع برئاسة دولة الرئيس الوزراء. ليه يتشاور مع الاثريين والخبراء والمعماريين. ودي نقطة مهمة جدا. مصر الحديثة بتتبني كده. بتتبني بكلنا ابناء هذه الامة. من الواجب علينا ان احنا نستاهم في بناء هذه حاضرة الجديدة. لمصر الجديدة. مش ممكن ابدا ينفرض بيها معماري الوحدة او نبني على حساب التراث او حساب مقدراتنا التراثية الثقافية التي لا تعود. فافكار بتطرح ولابد انها تراقش من خلال متخصصية. طبعا. والمنقطة هنا من اجل من اجل الاستمرار في اعمالية البناء والتعمير. وفي نفس الوقت الشفاظ على الهوية. والشفاظ على ذاكرة الامر. والشفاظ على من تطروا باحرفنا النور تاريخ هذا البلد. صح مية في المية. صح مية في المية. انا بشكرك جدا يا دكتور. كل الشكر دكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العرب الاتحاد العام لاثرين العرب. انا هرجع وتاني اقول لك يا جماعة. المسألة في مقبرة الخالج دين تحديدا يعني. انا اشوفها بالنسبة لي انا ابعد كتير عن مسألة انني احافظ على اثر. فاصل ونكمل الكلام. رجل طيب جميل رائع. الدنيا جات عليه حبتين. ظهر معنا في برنامجنا التاسعة. هذا الرجل الطيب الجميل الرائع اللي الدنيا جات عليه حبتين. لما الدنيا جات عليه اول حباية. بنته ومراته تخلوا عنه. اه. تاني حباية. انه واقف بياكل عيش بالحلال زي ما انتو شايفين في الشارع. يشوف الناس الجران في الحتة. ياخد الغسيل. يقعد يكوين. جاي بالطربيزة. وسالف المكوى. واحاوز ياكل عيش. كل احلامه في الدنيا. قال ايه? انا عايز معاش تضامن. الرجل ما طلبش حاجة. احلى شعب في الدنيا. احلى انسان في الدنيا. المصري عمره ما كان طمع. عمره ما كانت تعينه مش مليانة. عمره ما بياخد حاجة مش بتاعته. هو مش حاوس حاجة. كل اللي قاله. معاش التضامن. بس. تعارف انا كنت بقول ايه? بقول يا جماعة لازم نشوف له محل كويس. يقف فيه عشان يبقى ايه? يعني يشتغل كده وياكل متعيش وبتاع. فلاقيت الحقيقة بصراحة. وزارة التضامن قرروا يوفروا مساعدة عاجلة. دكتور احمد عبد الرحمن مدير مدرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة. اهلا بك دكتور احمد. اهلا 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 دكتور. ازاي الحال? اهلا معيك وكل سنة ومعلك طيب. ومساعدة بالصفة والسلام. ودوم عيد الفت ايد الاطحى مبارك فان. اللهم امين وعيده علينا كلنا يا رب بكل خير ويمن وبركة. يا رب يا رب يا رب. وطبعنا اشكرك والله واشكر معي الوزيرة على الاستجابة السريعة جدا اوي خالص دي. الفن معاني وزيرة اول من مناشدة وصادتها فورا ادي تعليماتها لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة. كان النهاردة فيه تواصل مع المواطن. انت عارف حضرتك نحن اه كما احب دائما ان ملطب وزارتنا فهي وزارة اه جبر الخواطر. ايوة. وزارة قضاء الحوائج. اه ونحن نحلق في سماء قضاء الحوائج في هذا الوطن لجناحين. الجناح الاول هي الجماعات الاهلية والجناح الثاني هو الجاز الجداري في هذه الوزارة والموضوعات التابعة لها. الفور تم التواصل بتاعليمات معي الوزيرة النهاردة مع هذا الواطن اه الكريم. اه ونزيد بيع ولجنة فورا للمكان الحركة شرطي له. وطبعا طبعا ان هو ليس مقيمة بالقاهرة ولكن مقيمة في محافظة القليوبية وتحديدا في منطقة ابو الريض. اه تم التنصيق فورا مع زميلي مدير مدير القليوبية وتم اه فورا التعامل بالبيانات بتاعة المواطن وهيبتدي نصرف له مبدئيا اه نفس قيمة مساعدة التضامن الشهرية اه مساعدة اه مقدارها خمسمائة جنيه وكان في المهاجر بتاعته انا عايز وزيرة التضامن بل اشهدها انه تصرف لي معاشر التضامن متين تلتمين جنيه في الشهر. هنصرف له من خلال مؤسسة التكافل ان شاء الله اه بعد ظهوره في مردمج معليك ان شاء الله هيصرف اه من مؤسسة التكافل خمسونين جنيه كل شهر دي اه الجوز الاول اما الجوز الثاني فهو طبعا بلغ خمسة وستين سنة. اه. احنا عندنا المواطن لما يعدي خمسة وستين سنة هو بيحصلش على اي دخل من الدولة يبقى من حقه التقدم الى اه معاش كرامة. انا عارف حركة عنها تكافل وكرامة. اه. كرامة لست احباق فردي. اه. لما يكون المواطن ان صاحب مرض اوضال او اه تعدى سنة من خمسة وستين سنة ولا يتقاضى اي داخل من الدولة فمن حقه اه ان يسجل في اه اه. معاش كرامة. اه. مساعدة كرامة لحصول على معاش كرامة كل شهر. وبالبايد بتعليمات معي الوزيرة اه امرت ان احنا بالفعل على الفور. هنسجل ان شاء الله بعد استفاء اوراقه. اه. في اه مساعدة كرامة. وان شاء الله اه مجرد ما اه تستوفى الاوراق باهن الله تعالى يحصل على دين مساعدة باهن الله تعالى. بإذن الله بإذن الله انا مش عارف اشكرك ازاي والله وااشكرك جدا من قلبي واشكرلي معاي الوزيرة يعني بالنيابة كده.多ئتمنى انها تكون شايفانة او اه سامعانة. اه. هي دي وزارة جابر الخواطر. انا في مصر يستحقوا مننا دايما ان احنا نحوط عليهم ونخبالنا منهم كل الشكر ليك يا دكتور أحمد دكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة مصر منورة وهتفضل منورة بأهلها وبناسها رجالتها وستاتها ومحدش أبدا هيقع في ديئة بإذن ربنا سبحانه وتعالى طيب حصاد مثمر مصر في عشر سنوات دي دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات بترصد جهود مصري في تنمية الصعيد حتى قد كده بس مهمة قوي قوي إبلي مي صلاح الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بيك يا مي أولا وأعتذر عن الإطالة باستخدتني الذكريات شوية أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وبرحة بسادة المشاهدين أهلا بيكي وأنا عايزة تتكلم عن الدراسة اللي هي في التعرض الحصاد المثمر في الصعيد أيها ما حدث في صعيد مصر خلال سنوات العصر الماضية وكيف وضعت الدولة المصرية بمصهوم الجمهورية الجديدة الصعيد وشبابه ونساءه وشرواته على رأس الجمهورية السمية الوطنية هايل قوليني أهم محاور الدراسة إيه؟ الدراسة اعتمدت أنها في البداية قبل 2014 عانى الصعيد من التحميص والإهمال والتقار الرؤية المتكملة طبعاً احنا مقدرناش مستفيد من الصعيد دوت هو صربة كبيرة جداً احنا مكناش قبل 2014 بنقدر مستفيد منها عاناً من خلل في التوزيع الديمغرافي كان فيه هجرة للقباد للوجه البحري بحثاً عن فرص العمل وبحثاً عن مصادر الرزق المختلفة لحجم الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 2018 منتصر أفضل قانون القانون نسمية سبعة خمسون المعني برهيئة السمية الصعيد والقانون دوت كان بيهدث لإنساء خطط الإسراع بالسمية السمدة لمناطق الصعيد في إطار رؤية مصر عشرين ثلاثين والأولوية تصفت دي كانت لصعيد مصر وإزاي نحنا نقدر نعمل مشروعات من خلالها معظم الاستفادة من الموارد الموجودة أطلق الصعيد وهي المحاور اللي استندت عليها عملية التطوير كانت عبارة عن ثلاث محاور الأول كان تطوير البنية التحدية ومد بجسور التنمية وده طبعاً تطوير في الصرق والمحاور وقطاعات كثيرة جداً زي قطاع المياه والمسارة الصحيح قطاعات زي منظومة السكك الحديدية أنا باش قبل أي حاجة عايزة أقول إن الدولة المصرية خصصت بس للصعيد مبلغ يقدر بتريليون وثمانية من عصرة من أصل سبعة تريليون جنيه مخصصة لثمية وحفظات مصر كلها يعني تقريباً خمستاشر في المية رحل الصعيد لا تقريباً ربع تريليون وكام تريليون وثمانية من عصرة تريليون وثمانية من عشرة من أصل سبعة أه ده كده تقريباً حوالي سبعة وعشرين في المية كمان تقريباً تمام طيب مية أنا أعتقد إنه علشان نعرف نتكلم في ده بالمزبوط لازم تبقي موجودة معنا ده أولاً اتنين لازم يبقى فيه عندنا شوية سلايدز كده هنستعين بيكي بقى علشان خطر نحطوهم على الشاشة دي بحس إن المشاهد يبقى شايف الأرقام الحاجات اللي زي كده محتاجة قوي الصورة مش بس المكالمة اتشرفت بيك يا مية كل شكر ليكي مية صلاح باحتها بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام اهلاً 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 ازاي حضراتكم عاملين ايه كله تمام يارب تكون كل حاجة بخير بقى النهاردة اللي اتنين يعني اليوم الحلو كده بتاع الأسبوع بحضور فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا أنور الله لنا ولكم والمشاهدين والحاضرين والغائبين الطريق المستقيم اللهم أمين انا شفت من النهاردة وشفتها قبل كده في واحد راجل جميل جداً كده بيروح في الحسين يفطر الناس الصبح ده من الزمان آه ببلاش ويقعد يا أعم أنت عايز يا حبيبي عايز فول حاضر يعمل سندويتش فول عايز يا حبيبي طعمية كذا عايز جبنة عايز طعيس مائدة حلاوة عايز عسل وطحينة زي حاطت قدامه أزنات ضخمة ممتلئة بخير ربنا سبحانه وتعالى ويدي للناس اللي بتطلبه ده عايز سندويتش ده عايز خمسة اللي بيتطلب بيتاخد ويطول الوقت اللي على لسانه يا ولي النعم يا ولي النعم وهكذا لربنا سبحانه وتعالى فأعود أفكر في أنه هذا المجتمع الجميل والرائع اللي مؤمن بمسألة اطعام الطعام واللي مؤمن بمسألة تكافل المجتمع مع بعضه ودعم المجتمع مع بعضه والراجل وهو بيعمل ده مولانا لبيسأل مين اسمه محمد ومين اسمه بطرس هو ملوش دعوة واحد بيقول لنا عايز أفتر اتفضل السلام عليكم ده أصله وتأصيله في الإسلام عامل إزاي لأنه ساعات ألاقي ناس أخرى تقولك لا فلوس المسلمين ترحل المسلمين ولما تيجي تفتر تفتر المسلمين لما تيجي تعمل مئدة رحمن تديها للمسلمين ولما تيجي مش عارف تعمل إيه في الأطحية تدي للمسلمين ناس بتقول الكلام ده أنا مش مقتنع بيه بالكلية بس أرجع لمولانا يفتنى في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن السابقين الذين فقهوا الإسلام حق الفخ وأسأل الله أن يوفق التابعين وأدباع التابعين إلى هذا الفهم إن ربي على ما يشاء قدير وبعد أولا أحييك بشدة على إثارتك لهذا الموضوع المهم العلاقات الاجتماعية والتكافر الاجتماعي في الإسلام لا يخص ديانة ولا مذهبا ولا جنسية ولا طائفة من الناس الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا في التطبيق العملي أولا التكافر الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية المسلمون الأوائل في عصر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ووسط الحروب السجال ما بين قريش وما بين المدينة يثرب طبعا أقصد قريش التي كانت على الشركة أنا ذاك أبو سفيان ابن حرب أرسل رسالة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط هذه الحروب السجال قال يا أبا القاسم إن بني عمك يعني يقصد أهل مك يعني يأكلون الجيف وأوراق الشجر من المجاعة التي ألمت بهم ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لا نحن أموالنا نعطيها لأهل الصفة الفقراء في المسجد أو للمسلمين فقط لا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إثني عشر ألف درهم إلى أبي سفيان ليشتري ميرة يعني اللي هي الأقوات الضرورية لأهل مكة الذين يحاربون الإسلام يا رأيك ينهر أبيض ده الرسول الآية 107 صورة الأنبياء ربنا أرسلوا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بنذكر في فقه السابقين أندعك من الفقه المتشنج المعاصر عند الجماعات والفرق والطرق والمذاهب والمتسلفة والمتشيعة والبتاع الإخوان والدواعش والعك واللك اللي إحنا فيه ده ده أنا بسميه واغش حضرتك سيدنا عمر بن عبد العزيز ومن التابعين طبعا طبعا وحفيد سيدنا عمر بن الخطاب طبعا أمر عامله أن يذبح الأضحية وأن يوزحها يوزع منها مشايع فقال له يعني الخادم لسيدنا عمر بن عبد العزيز قال ما أصنع بلحمها قال يعني نأكل منها ونتصدق ونهدي قال لمن أتصدق بأبدأ بالصدق أو الإهداء قال للجيران كلام ده كان في دمشق الفيحاء في الشام قال يا أمير المؤمنين إن أول جار لنا يهودي أول جار إيه؟ يهودي قال ادفع إليه من لحم الأضاحي لأن له حقان حق الجوار وحق أنه من أهل الذمة طبعا أنا بوضح أهل الذمة ده كان مصطلح قبل المواطنة وقبل الرقم القومي وقبل الجنسية وقبل جواز السفر فزي ما كانش موجود لا حدود ولا دستير ولا الدولة المدنية الحديثة حضرتك هنا سيدنا عمر بن عبد العزيز نظر إلى البعد الإنساني ولذلك أنا أقول أقول لبني وطننا لمصر أرجو تحقيق التكافل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في سموها بأن تهدو منها لمسيحي مصر ليه؟ هذه الترجمة اللي احنا أخذناها عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عن الرسول اللي استضاف نصارى نجران في المسجد وأضافهم على بيت مال المسلمين وعلى هذا المنهج يأتي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليقتص لمسيحي مصري ابن عمر بن العاص لطمه على شاطئ النيل في يوم شمته اللي هو شم النسيم العيد الوطني المصري القديم تمام؟ واستضاف المسيحي إلى أن يأتي سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه في موسم الحج للمحاسبة المالية على باب مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا المسيحي المصري المظلوم ضيافته كانت على بيت مال المسلمين إذن بنصل إلى نقطة حتى الفقه الشفعي الفقه الشفعي لما جم كلموا عن صدقة الفطر قالوا إيه؟ قالوا يجوز أن تكون على المصارف الثمانية ويجوز أن تدفع لأهل الذمة يعني لو وجد مسيحي أو يهودي موادع يحتاج إلى صدقة الفطر تدفع له أي تدفع له بدون أدنى غضادة ولا حساسية أنا أرجو المتشنجين اللي هم يعني أعوان للشيطان في الفتن الطائفية أن هم يقرأوا جيداً التشريع الإسلامي ما كتبه القرافي ما كتبه ابن حزم ما كتبه الشاطبي عن معاملة أهل الكتاب وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما كان يمشي في طرق المدينة وجد شيخاً يعني كبير السن من اليهود يمد يديه للناس فاخترب منه قال ما حملك على السؤال قال كبر السن ومكلف بالجزية ومكلف بكذا وكذا أسقط عنه الجزية ثم فرض له من بيت مال المسلمين ده سيدنا عمر بن الخطاب رفعت الجزية وفرض له من بيت مال المسلمين هذه الأخلاق التي ساعدت وساهمت على اقتناع الناس بالإسلام دين رحمة لكن الآن عندنا منفرين طيب أنا هستأذن عند حتة عندنا منفرين دي أروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام مولانا بيجيبه الكلام الفاضي ده منين نفس أعرف فاصل ونكمل الكلام كل الترحيب بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بك مرة كمان يا مولانا بارك الله وفيره وقفنا عند البعض اللي بيحاولوا يلوسوا الأدمغة والأفكار وكمان بيطمسوا الحقائق وبيزوروا ويزيفوا الفقه ويحطوا لأفكار سوداء طول الوقت أنا هقولك بصراحة وللعالم الذي يسمعنا كان المسلمون في قوة يوم كانوا يتحاكمون ويعملون بالإيمانيات وليس بعلوم العقيدة المذهبية الطائفية يوم كان الإيمانيات سهلة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وخلي بالك يوم ما كانوا فيه إيمانيات كان بالمستمين قوة لما ذهبوا بقى إلى مدارس المعتزلة والمرجئة وفيما بعد بقى هيقول لأراء ابن تيمية ومحمد ابن عبوهاب هيشتغلوا بعلم الكلام علم الكلام غير الإيمانيات والله وبياخدوا من ابن تيمية اللي عايزين ياخدوا لأن ابن تيمية نفسه نعم عنده تعديلات ومراجعات كثيرة لا أخفوها دلوقت لما كان المسلمون يتحكمون إلى الشريعة كنصوص تشريعية يعني مثلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين بر وقصط ما هو ذا صورة الممتحنة نصا بر وقصط وآية محكمة ليست منسوخ ما كان المسلمون في مصر والشام وبلد فارس وكذا وكذا يتحكمون إلى هذه الآية بأخلاقهم حببوا الناس في الإسلام يوم ما أغفلوا التحاكم لهذه الآية وذهبوا إلى أقوال بشرية تحمل السواد والظلام يعني عندك مثلا فيه لغم اسمه إيه كتاب اسمه فتاة علماء البلد الحرام طبعة الجريص في الرياض وبيوزع هنا بشراس أما يجي بقى إيه فلان وتركان يقولوا لا تذهب إلى الكنيسة ولو لإظهار التسامح لا تلقي السلام على غير المسلم لا يجوز التهاني ولا التعازي جابوا الكلام ده منه أنا عند النص القرآني واضح أن تبروهم وتخصطوا إليهم أن الله يحب المخصطين وبعدين الكنيسة النهاردة الكنيسة مهافسية دور العبادة الآية ربعين سورة الحج ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه الله كثيرة دي الآية ربعين سورة الحج الكلام اللي جابوا المتسلفة والدواعش والتنظيم الخاص للإخوان أو كنت تنسف أيام الإخوان لما طلع المفتي بتحهم وقولك لا يجوز القائل السلام على المسيح ولا تهنئته أنا ردت عليهم وقتها قلت بالك قلت له لا يبقى أنت مش أر القرآن أن تبروهم وتخصطوا إليهم يبقى ما أردوش كتب الأحاديث في صيح مسلم بالسند عن أبي ذر رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح لكم مصر من بعد بلد يقال فيها القرآن فاستوصوا بأهلها وفي رواية بأقباطها خيرا فإن لكم فيهم زمة ورحمة صيح مسلم جاء الإمام النووي في تعليقه على الحديث في رياض الصالحين طبعا آل الزمة والرحم ما آهاجر المصري زوجه إبراهيم أم إسماعين جد العرب العاربة عليهم السلام ومارية القبطية وخلي بالك شوف بقى هنا رجاحة عقل الصحابة احتفظت بلقبها في حيات الرسول وسط الصحابة ولم يغير هذا اللقب مارية القبطية رضي عليها السلام ما كانش فيه حساسية ما كانش بقى ظهر التنظيم الخاص للإخوان ما كانش ظهر الوهابية النجدية خدت بالك إلا الرسول قال عنهم لم يوقف على حجرة السيدة عائشة رضي الله عنه وأشار إلى المشرق قال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا يخرج منها الشيطان خدت بالك ما كانش الدعاوة دي ظهر كان المسلمون كما قلت لك يتحاكمون إلى النصوص الشرعية وكانوا يعملون بالدستير الأخلاقية الإسلامية يعني مثلا المسلمون كانوا يحفظون من كتاب الله ويعملون وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ما كانش هنا في عنصرية وطائفية ما كانش يقول لك لا للمسلمين فقط لا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا مِن؟ بني آدم على الإطلاق مطلق وعام أي بشري النهار ده بقى الأفهام الضيقة السودوية الظلمية تريد أن تعمل نفسها وصايع على الله نفسه يقول لك إيه الجنة للمسلمين فقط طب ومين من المسلمين ده أنتو حتى بعضهم مش عارف يتفق لمين للإخوان ولا للسلفية ولا للشيعة ولا للصوفية ولا ولا ضيقوا واسعاً نحن فيش وصاية في الإستام على حد لأن مالك يوم الدين إن الله يفصل بينهم الخلق خلقه ربنا قال شوف آية فاتة لك كلمات أو أربعة قال له الخلق والأمر أول تاني قال له مين؟ الخلق والأمر ما يجيش النهاردة غير من الأغرار أو مستشيخ من الروايبة اللي هم بالأموال النهاردة ريك بالسوشال ميديا وكان قبل كده تلاتين سنة كان لهم قنوات منسوبة إلى الدين وقول لك ده عما قنات مش عارف إيه الناس والرحمة فهي طريقك إلى الجنة مرة واحدة طريقك إذا كان الرسول بيقول يا فاطمة بنت محمد يا عمي العباس يا عمتي الصفية عليهم رضان الله اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئة لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأخوال مش كده ولا لا ذكرنا بونا في صورة النجم قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلموا بمن اتقى عشنا أيام القنوات الدينية لا أعادها الله أنا بقولها لك بكل وضوح لا أعادها الله في مجتمع مدني وطني لأن كانت قنوات طائفية كانت قنوات مذهبية كانوا حرمية يا مولانا أنا أتذكر لما كانوا يعدوا حملات يطلوها في القنوات إياها دي وبعدين يمشوا بقى برجلتهم جوه النقابات والهيئات وحاجة زي كده لما التبرعات يقول لك إيه إحنا هنتبرع لأهلينا في بلد كذا ده مش عارف أسعاده وش ولاد الذين كانوا بياخدوا الفلوس يسرقوها ويمولوا بها تنظماتهم المسلحة ده والقنوات البتاعتهم اللي أنشأوها بأموال البترول في السبعينيات القرن الماضي وانت جاي والله ما كانت بتخدم الإسلام كدين كانت بتخدم طواقف منتحلة في الدين تخلي بالك فرق بين الاتنين اللي بيخدم الإسلام الدين الأظهر فقط اللي بيخدم الإسلام الدين الأظهر فقط لأنه عنده تنوع فكري مذاهب أدبية مذاهب في اللغة العربية مذاهب في الفقه الإسلامي مذاهب في العقيدة قد تبالك والأصدر لا يكفر أحد لا نتبنى تكفر أحد من أهل القبلة إنما لما تيجل دول يقولوا عن نفسهم إيه الفرقة الناجية ده إسلام دين لأم هم اختزوا للإسلام من أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى الفرقة الناجية ناجية أنت ضمنت كما أنت أعملت الأمة فرقة وبعدين عمل استغفر الله العلي العظيم عمل الفرقة ادعى أنها الناجية والمنصورة على فكر فرقة الناجية الأحاديث فيها مضطربة وأنا بقولها للإعلام أحاديث ستفترق أمتي على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة هذه الروايات متضاربة قال ابن حزم لم يصح في هذا الباب شيء الله أنا بقولها لك على المالة ومستعد النظر أي حاد هذه الأحاديث بتاعت ستفترق أمتي وفرقة ناجية فرقة إيه ناجية إيه هي أمة تبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله عز وجل المهم خدوا بقى كلمة الفرقة الناجية وغلفوها بغلاف سلف وسنة ومش عارف إيه وولاية والشعة يقول لك ألا البيت وهم يقولوا والصحابة والله العظيم كله افترق فأصدأ أقول لك في الآخر عشان الوقت ذهمنا يوم المسلمون يعودون والعود أحمد إلى الأركان الرئيس السلاسة الإيمانيات ويتركون هذه المزاهب في علم الكلام والمزاهب العقائدية يوم يتحكمون إلى النصوص التشريعية في القرآن الكريم والسنة ويتركوا أقوال الشاذة والفتاوى المسيعة يوم يرجعوا إلى الإحسان أن تعبد الله كأنك ترافئ لم تكن ترافئ النهو إما ترجع إلى الإيمان والإسلام بمعنىه الخاص والأخلاق هو ده الحليب الصافي المحق البيضاء الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يوم نترك القرآن والسنة والعلماء الرسخين الحقيقين اللي هم مهمشين حاليا ويمشوا وراء كل زاعق وناعق ومستشيخ وجاهل يوم هتجد الفتاوى يا إما مسيسة يا إما مشوشة يا إما منتحلة ولكن نقول إن شاء الله تعالى مصر بلد أمن وأمان وسلم وسلام أيها المصريون جبر الخواطر لإخوانكم المسيحيين من لحوم الأضاحي حتى نشعرهم بأننا نحافظ على وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بأقباطها خيرا يا بلد منكم هاجر أم إسماعين ومارية القبطية ديننا أمن وأمان وسلم وسلام لأن نبينا وما أرسلناك إلا رحمة لم يقل للمسلمين فقط لكن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن الله رب العالمين سبحانه وتعالى نورت وشرفت والنهاردة بالذات يوم حلوة قوي بالنسبة لي الكلمة لأننا سمعت والنهاردة وأظن بالنسبة للكل ألف شكر لك يا مولانا الله يدري شوفوا أنا أعرف مولانا يا فضيلة الشيخ الدكتور رحمة كريمة بقى لي تقريبا 16 سنة وطول عمر يعني مش أنا اللي أشهد يعني في نهاية ده ده الدكتور رحمة كريمة قيمة مهمة جدا وكبيرة بالمناسبة في الفكر الإسلامي لكن قعد بتكلم بجد وانا قعد النهاردة بالتحديد قعد عمال مركز جدا مع مولانا خطيبا مفوها الله يبارك رائعا جذابا إلى أبعد الحدود لديه من الحجة والعلم ما يقارع أي حاجة هتقف في سكته والله بتكلم بجد خطيب في منطقة الروعة ومنطقة الجاذبية ومنطقة الحماس لإيمان والحقيقي بكل كلمة بيقولها أنا بحقيقة حقيقة بحيث أنه أنا فرحان ومتشرف أنه عارض وانا 16 سنة يا ربي يبقوا 160 يمدلنا جميعا للعمر شكرا جدا لك مولانا مرة تانية بارك الله وشكرا لحضرتكم طبعا لحسن المتابعة كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وخلصة الحلقة لكن ثواني ويكون موجود معنا حالا بالا من صديقي والزميل العزيز رجاء رمزي وبرنامجو رقم 10 أما احنا لو كلنا لعمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامت